اشتركوا في القناة نهاردة بنتكلم عن الرضا وعدم الرضا بقالي فترة كده معهدش مع حد بصوا بقى يعني خلينا كده ندردش الاول مع بعض ستات او رجالة يعني انا كستة لما بعض مع اي في مكان في كوافر في نادي في اي مكان ملكه مش مبسوطة فيك ايه انت متخنق مع جوزك لا لا خالص والله معينه بقاله فترة حتى ما بيدايقنيش وتمام طب انت مالك فيك ايه ده لسه شايفة صورك حتى في المصيف بقى وعملت تتصورك واريو ستوريهات وحركات طولي لا لا ده منظر بس كده ستوري قدام الناس عشان الناس بس تعرف الاماكن اللي انا بعض فيها في ايه مالك طولي معرفش عندي حالة كده من الهم مش مبسوطة باي حاجة بعملها مش مبسوطة باي حاجة في حياتي اقول لا يا بنتي اردي بقى احمدي ربنا ده انت جوزك راجل كويس وفيه ستات كتير قوي تتمنى الراجل كويس وانهم يحتويكي وبياخدك ويفسحك ويصرف حليكي وحاجات كتيرة ستات كتيرة تتمنى تقولي لا ما انا عارفة بصو يا ام حاجة لا ما انا عارفة بس مش عارفة ما علينا يمكن حالة كده انتوا عارفين لما كنت مثلا ابقى متضايقة مثلا او حاسة ان انا مش مبسوطة انا كمان بتجيلي حالات كتير او بحيث ان انا مش مبسوطة فلما بروح لوالدتي واقعد معاها كل واحد بيروح للحضن الدافي اللي عنده اللي قدر يطبطب عليه فكانت تقولي حاجة حلوة اوي كانت تقولي بقولك ايه ما تبصي للنعم كتير اللي عندك بص انت عندك كم نعمة ناس كتير اوي تتمناها فقال لها او الله انا عارفة انا عارفة انا مؤمنة وعارفة ان انا عندي نعم كتير ربنا رزقني بيها تقولي طب لا بصي عليها بدل ما تبصي على حاجة تانية تضايقك فكت اسيب القعدة واروح كده واحدة اقول ايه او الحمد لله انا عندي نعم كتير اوي انا بعمل كذا وبشتغل كذا وعندي كذا وكذا خلاص باخد المسكن ان انا بص للنعم وانا اقوم تاني يوم ارجع افكر في الحاجة اللي انا كان بتضايقني فهل الرضا ده الرضا وعدم الرضا يعني انا عندي امكانيات ان انا اشغل زرار الرضا يعني هل احنا مش عارفين يعني نوصل لمرحلة الرضا دي ازاي انا عايز اقول ان اه وفي كتير مننا قوي ما يعرفش يرضى ازاي هو بيقول لنفسه زي ما انا كتير ساعات بقول لنفسي انا راضي الحمد لله يا رب انا راضي اه بنقولها بس هل احنا بننفذها على ارض الواقع يعني بنشغلها فبنبقى راضيين فعلا ولا بنلبس ماسك الرضا اللي هو انا بقول لنفسي كده وخلاص عشان ارتاح وعد اليوم فعدم الرضا ده والتماس النعم يعني النعم اللي في حياتنا عشان نرضى وعشان نكمل وازاي نقدر نقف بقى للسوشيال ميديا يعني ازاي انا كست لما اجفتح التليفون كده وبص على الانستجرام ولا الفيسبوك ولا ولا ازاي ما شوفش حاجة واقول تدايقني او احس ان انا نقم على حياتي اه شمعنا انا مش كده فيه بنات كتير قوي يا جماعة ببص على الحاجات السوشيال ميديا دي تقول ايه هو انا ليه مش حلوة زي البنت دي هو انا ليه خطيبي ما بيعملش معايا زي مخطبها بيعمل هو انا ليه هو انا ليه هو انا ليه 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 الاسئلة دي كلها ممكن توصل بني ادم سواء ستة او راجل يجيلوا احباط فاكتئاب فانتحار كل ده عشان احنا ببنعرفش ما بنعرفش نتحكم في مفاتيح النعم والرضى اللي في حياتنا عشان كده الحلقة دي انا ذات نفسي هتعلم معاكو ازاي ارضى هيكون معايا النهاردة ساز الدكتور طاهر فاروق زيد مدير وحدة حوار في دار الافتة هنعرف منه يعني ايه الرضا وازاي ابقى رادي وازاي اشوف النعم اللي في حياتي وازاي ابعد على الحاجات اللي بتوصلني للاجتئاب وازاي ابقى مبسوط مع اهلي ومراتي وولادي ازاي قبل ما نتقابل مع ضفنا العزيز معنا تقرير صورته كاميرا تيحكى انا مع الدكتورة شيرين درديري استشاري الصحة النفسية هنعرف منها ازاي سوشيال ميديا أصرت على شعورنا بالرضا وايه المؤشرات النفسية خلي بالكم الحتة دي العلامات العلامات الدوق الأحمر ايه المؤشرات النفسية والدوق الأحمر اللي انا اعرف منها اني مش راضي عن حياتي السوشيال ميديا للأطفال لما طفل يشوف أب و أم بيروحوا أماكن معينة بأولادهم ده بيأثر عليه نفسيا بيبدي يروح يقول لوالد ووالدته يطالبهم او يحسسوا بالحرمان الحرمان من ان هو يحقق نفس الحاجات اللي بيشوفها على السوشيال ميديا ده قبل كده ما كانش موجود في مجتمعاتنا قبل السوشيال ميديا فبالتالي بيقارن بين عيشته وبين العيشة اللي عيشها الطفل ده فده قد ايه بيأثر سلبي على الطفل ولذلك احنا بننوه لكثير من الناس بلاش كل غدوة تغداها مع ولادي أصورها بلاش صح يعني لان في ناس تانية مش قادرة تحقق ده لولاده وغضب عنهم على فكرة فبالاش ده لانه بيأثر بالسلب على الأطفال طبعا الفتيات وان هي تشوف نماذج معينة من الملابس ونماذج معينة من العرية الغير مقبول والفتيات لسه عقولها بكر بتبتدي تتكون فيها أفكار فبنتكلم في فكرة التقليل أحيانا نصل إلى قصات الشعر بعض المضاط الغير لائقة وغير مناسبة لمجتمعاتنا خالف الشرقية فبالتالي بتبتدي الفتيات تبع عندها شراها ان ده ممنوع فمرغوب ان انا قال له ده حتى لو كان ده بيخالف تعاليمنا فده انا شايف ان هو بيأثر بالسلب كمان عن رضاها بنوعية حياتها ممكن يكون برضو الأهل مش قادرين يوفروا لها المستوى ده سواء من المسكن للناس الكتير اللي بتظهر بصورها داخل مساكنها الفارهة وداخل الفلال ده بيخلي أشخاص تانين غير قادرين على تحقيق هذا المستوى عندهم شعور بالحرمان وبالتالي شراها لنموذج ان هي بتجري لنموذج الرجل اللي هيخرجها من ده ويوديها لمستوى مادي وبالتالي ظهرت عندنا المشكلة الأساسية ان يبقى معايير اختيار شريك الحياة ودع معايير خاطئ هو معاكم أنا مش ضد ان الفتاة ترفع من مستوها الاجتماعي انها تتزوج شخص يعني ميسور ماديا ولكن لازم يكون في شروط تانية تتوافر في الشخص ده ما يكونش فيه عيوب جوهرية قصة مش قصة مادة بس قصة اخلاقيات قصة هيتعامل معها ازاي قصة تربية العيلة ليه ازاي الشخص ده لازم اتأكد ان هو لا يتعطى شيء ما في نمازج كتيره وزيجات كتيره بتفشل بسبب الاسباب دي ويكون الانجزاب في البداية للزيجة على أساس المادي نحمي نفسنا ازاي من العالم الفانتازي بتاع السوشيال ميديا اللي بقى بيكتاح عقول خلاص دعقولنا كلنا دعقول السيدات دعقول الأطفال حتى في رسم نموذج تربوي للطفل عشان كده ديرسالة من منصة برنامج حضرتك لكل الأمهات خليك حريصة جدا ابنك بيشوف ايه ويعني حط كم خط تحت برامج تيك توك اللي بيتخل اللي فيها مستوى من الألفاظ ومستوى أخلاقيات أخلاقيات بتبط فيها السم في العسل للأطفال اللي هم والمراهقين بتقضم النموذج القيمي للطفل اللي بيتعامل على أساسه بعضين فخلينا نرجع تاني لعادتنا الأزيمة من احترام الكبير ونعمل دات رند بقى ليه ترنداتنا كلها بتقول السلبية يعني احنا حابين ترندات إيجابية شوية يعني احنا شايفين المجتمع بينهار نسب الطلاق بتزداد الأخلاقيات فيها انحضار في القيم فحنا عايزين على قد ما نقدر الترندات تبقى إيجابية بعودة الملامح المصرية للأسرة المصرية البسيطة اللي كلنا بنحنالها على فكرة اشتركوا في القناة احنا فعلا شيرينا عندها حق ترندات 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 كل يوم ترند وإحنا بنجري ورا ترند ستات تيطلع ترند ميكاب تجري ورا ترند لو واحد عاملة روج سود وعنيها فوق محولة تجري ورا ترند طبعا الأطفال والبسن المراقج الشعار الغريب زي ما قالت والقصات الغريبة والطريقة الغريبة والكلام الغريب وللأسف احنا مش عارفين نوقف الطيار الإلكتروني اللي احنا بنعوم فيه كلنا أنا وولادي وجوزي والعيلة كلها طيب تعالوا نروح بقى نتكلم بقى الكلام الصحي المظبوط من أهل العلم خلوني أرحب بضيف اللي بنوارنا في الستوديو الدكتور طاهر فاروق زيد مدير وحدة حوار بدار الإفتاء زيك دكتور أهلا بحضرة لك هو مبدئيا كده أنا عايزة الأول أعرف وحدة الحوار دي لأن احنا كنا اتكلمنا في حلقات قبل كده أن دار الإفتاء فيها مكتب للمشاكل الزوجية أي اتنين بيبقوا راحين يتطلقوا خلاص فبيروحوا الأول يتكلموا معاهم لعلوا عسى أنه ممكن الحياة تبقى هادية بدل خراب البيوت نعمر البيوت طيب وحدة حوار دي بس الناس المشاكل الزوجية ولا أي حد عنده مشكلة ممكن يروح يقعد مع الأسادز زي حضرتك ونتكلم ويشوف لي حل هو ببساطة وحدة حوار هي وحدة ناشئة من وحدات دار الإفتاء هي ناشئة عن إدارة الأبحاث الشرعية كان زمان بيأتي المستفتين لدار الإفتاء فبيسألوا مجموعة من الأسئلة عايزة أعمل كذا ده حلال عايزة أعمل كذا حرام وهكذا يعني كان الجواب ما بين حرام حلال يجوز لا يجوز وكان السؤال يتعدى خمس دقائق بالكتير فبعدين مع الوقت بدأت تطرح يجي مجموعة من الأسئلة إنه بعض الناس يسأل السؤال فتقول المفتي يجوز لا يجوز حلال حرام فيسأل يقول ليه وليه حلال وليه حرام أنا عاوز أفهم الحكم الشرعي ده صح وبدأت الأسئلة دي تكثر مع سنة 2015 لانت جامع شيوع وظاهرة الفيسبوك وتويتر والسوشيل ميديا بشكل عام وبدأت تجي لنا الأسئلة دي مع الجيل الجديد أيوة زمان كنا نشوف بس كل راجل يرمي اليمين على مراته ستين مرة يروح دار اليف تقوله أصلاً كنت متدايق أصلاً طب هو يجوز ولا لا يجوز طب هو حلال ولا حرام ويمكن دايماً كنا نشوف الحلال والحرام في يمين الطلاق نعم تمام؟ وبعد كده فعلاً طب لأ ليه بقى؟ أيوة يعني لا يجوز ليه بقى؟ أيوة ليه بقى؟ دي وظيفة وحدة حوار ووحدة حوار هي وحدة مهتمة بالبحث العقدي البحث الديني وما يتقاطع معه بقى من مشاكل نفسية واجتماعية وفلسفية بشكل عام وهي بتشتغل على أكتر من موضوع الموضوع الأول وموضوع الأسئلة الوجودية الكبرى زي منخ الكون أنا هنا وظيفتي في الحياة أنا بعمل إيه مشكلة نفسية متعلقة بالاتهات داخل الأسرة مشكلة اجتماعية متعلقة بالتحويل الجنسي متعلقة بالانتحار جملة من المشاكل وبالتالي السؤال الديني وارد والسؤال الديني بيتقاطع مع هذه الأسئلة وحل هذه المشكلة بدون الرجوع لأصلها سواء النفسي أو الاجتماعي أو الفلسفي ومعالجتها معالجة دينية فقط هتبقى معالجة ناقصة فبالتالي فضيلة المفتي أشار علينا بإنشاء هذه الوحدة لتهتم بمثل هذه الأمور والإجابة عن أسئلة الأطفال كمان الوجودية زي هو ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى سيدنا إبراهيم يسبح ابنه إسماعيل أو يهطه وبيأتينا أطفال من سن تسع سنوات لحد سن عشرين سنة الشباب بشكل عام أو بنسميهم إحنا الجنريشن زد الجيل زد يعني هم بالدراسات القائمة الآن يقولون أن العايشين دلوقتي بيأسهمهم لثلاث أجيال جنريشن إكس جنريشن واي جنريشن زد جنريشن إكس من مواليد ستين لتمانين جنريشن واي من تمانين لألفين جنريشن زد من ألفين لألفين وعشرين الجيل زد هو الجيل الوحيد في تاريخ البشرية اللي استطاع أو أتيح له استخدام التكنولوجيا في عمر الخمس سنوات فبالتالي الطرح الفكري والديني والفلسفي والنفس والاجتماعي لابد أن يكون متوافقا معه يغز عنده ما لديه من أسئلة ومعالجته بنفس ما كان يعالج به الجيل اللي قبله أو اللي قبله هي هتكون بالنهاية معالجة خاطئة بشكل عام أي إنسان عايز يتناول أي قضية من القضايا بيبقى فيه حاجة ما البراضايم أو النموذج المعرفي اللي بيفصر من خلاله هذه الظاهرة أو هذه المشكلة البراضايم ده بشكل عام بيجاوب للإنسان عن ثلاث أسئلة عظمة في حياته أنا جاي منين؟ أنا رايح فين؟ أنا وظفتي في الحياة والدين لأنه نموذج معرفي زيه زي بقية الفلسفات هو بيجاوب للإنسان عن هذه الأسئلة التهات أنا جاي منين؟ أنا رايح فين؟ وبعمل إيه؟ أنا بعمل إيه في الحياة أنا جاي منين؟ الدين بيجاوب على ده بكل سوء أنا جاي منين خلقاني اللي له خلقه مباشر أنا رايح فين؟ أنا رايح لسواب أو عقاب جنة أو نار وظيفتي إيه في الحياة؟ هي وظيفة مركبة من ثلاث أشياء أول شيء هو عمارة الأرض الإنسان مأمور في الحياة بشكل عام إنه يسير في الأرض وأنشأكم من الأرض وستعمركم فيها يعني جعلكم تعمرونها تسعى كل ما الإنسان يسعى في الحياة أن يعمرها بقدر الطاقة والاستطاعة الأمر الثاني والإنسان مطالب بأنه هو وظيفته في الحياة هي تسكية النفس تسكية النفس دي بتبقى عبارة عن إيه؟ طول الوقت الإنسان بتتنازعه قوتان قوة الخير و قوة الشر أشتغل و أجيب فلوس ولا أسرق أعود في البيت ولا أشياء تنازعه طول الوقت أبقى صادق ولا أبقى كاذب ده مرحلة بتسمى إيه تسكية النفس قد أفلح من زكها و قد خاب من دسها طول الوقت الإنسان أيه بقى الحرب النفسية دي أيوة اللي إحنا دلوقتي هنقف عندها أيوة يعني أنا الكلام عاجبني قوي و عشان كده أنا سابع حدك تسترسل إن أنا كمان ببقى عايزة الحتة دي النهار ده بقى النفسية أنصب على الناس و أخد فلوس ولا أقعد في البيت ولا أشتغل واشا أتجوز ولا أمشي في الحرام معرفش إيه أبيض ولا أسود طيب الرضا الرضا يعني إيه ستات كتير يعني حضرتك و أنت بتقول هو أنا جاي يا زنبي إيه في الحياة ولا إيه شغلتي في الحياة في ستات بتقولك هو أنا يا ربي هو أنا يعني هو أنا اتخلقت عشان أتجوز و أخلف و ربي مثلا لو هي منفصلة و إيه زنبي لما أكون بنته وفجأة بقيت أمل تلات أربع عيال و عمالها ربي و أصرف و أعمل و أعمل و أعمل ففي اللحظة دي بتحس إن ده مش دورها فبتحس بعدم الرضا صحيح يجي راجل عشان ما يقولوش بس إن أنا ضد الرجالة يجي راجل يقول هو أنا يا ربي جيت للدنيا دي عشان أتجوز و أنا كراجل أشتغل وشأة و بدل الشغلة شغلتين عشان أصرف على ست و عيال و تلات أربع عيال هو كمان و أخي ده من ناحية تانية إنه مستنزف ففي اللحظة دي الراجل ده بيحس بعدم الرضا فعدم الرضا هنا مع عدم الرضا هنا يخلي فيه طلاق و انفصال و العيال تتشرد لأن أنا حاسس بعدم الرضا إن ده مش دوري إن ده كتير عليا ده دور كبير عليا صحيح فالرضا الأول يعني إيه الرضا و إزاي بقى ندخل إن أنا بقى راضي آي و نعم هو بداية هي ممكن نقول الرضا بمصطلح واحد بيساوي الأمان النفسي ليه بيساوي الأمان النفسي لأن أي مؤمن و أي إنسان بيسعى في الحياة لابد إن يكون عنده نظرتين النظرة الأولى الصبر على المفقود و الشكر على الموجود بدون السلاحين دول اللي هو مفتاح دار السعادة زي ما بيقولوا مفتاح السعادة إن أصبر على ما هو مفقود مني أنا مش مطالب طول الوقت أسعى لكل شيء أنا مش موجود عندي لكن أسعى بالخطوات التي أرادها الله لي في الحياة و أشكر على النعم الموجود أنا عجبني جدا المقدمة لحضرتك و قلت أنت لما ببقى تعبان أو زعلانا بروح لولدتي أنت أمام صورتين و والدتك بتجاوب عليك بإجابة بسيطة جدا بص يا بنتي للنعم الموجودة عندك إجابة بسيطة ببقى تصدر من أمهاتنا عايزة لك أنا بتبقى جوايا نار مشتعلة وأول ما تقول لي أولا يا ماما ما تقاضيش كل شيء تقول لي بصي على النعم أنا عايزة أتقول لي حاجة تانية تقول لي ما هو ده أنت لو شفت الناس الأقل منك ما عندهاش النعم دي حاطر دي يا إيمان فالله حاضر يا ماما أنزل عندي سكينة بس هل كلام الأمهات ده زي أي أم هل ده علاج نفسي طبعا أنا أقول لحضرتك هذه عندك صورة الصورة الأولى بتقول فلان لو نحن بنتكلم بقى على السوشيال ميديا أنه فلان غني فلان مسافر فلان بيتجوز فلان عنده فلوس كتير ده جانب طب ما تقول الجانب الآخر فلان في المستشفى تعبان في العناء المركزة فلان بيوضح حبيب لي مثلا في جنازة فلان فقد ماله فلان في السجن يعني المشهدين دول اللي بيطلع على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا هي ده إيمان الصورة السلبية الصورة الإيجابية بالشكل ده ده بيلخصها الحديث النبي والشريف النبي عليه الصلاة والسلام من بات آمنا في سربي معافا في بدني عنده وقوته يومي فكأنما حيزت له الدنيا يعني عليه الصلاة والسلام يعني حقيق كلام الواحد لما بيرجع لدينه وكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيهدى وبيفهم الدنيا ماشية ازاي بس خليه نرجع تاني أول قعدة للسعادة والرضا الصبر على المفقود والشكر على الموجود يعني دي أول قعدة رقم واحد مجرد ما تبص على الموجود وتشكر ربنا عليه فدي تحسسك بالسعادة الداخلية تاني قعدة تاني قعدة ممكن نفهمها من مثلا من كلام ابن عطاء الله السكندري كان يقول إيه؟ إنما يعينهم على حمل البلاية واردات العطاية دايما أي معنى إنما أعانهم أو يعينهم على حمل البلاية واردات العطاية وإنما صبرهم على القضى علمهم بأن الصبر يورس الرضا اشرح لي بقى معنى الكلام ده ببساطة أو الجملتين بس حمل إنما يعينهم على حمل البلاية يعني أنا دلوقتي شخص أبتليت ببلاء أو الأبعد أبتلي ببلاء معين تمام قدرته على تجاوز هذا البلاء إنه يرى ما ورد له من الله سبحانه وتعالى ليه؟ لأن المؤمن بينطلق من قعد أن ما يجري في الكون لا يكون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر إذا كنت أنا منطلق من نموذج معرفي بيقول لي إنه أي شيء يسري في هذا الكون يسري بقدر الله فده بيعطيني شعور إن هذا البلاء الذي أتى علي هو من الله فبالتالي هو وارد من الله ده يجعلني أشعر بالسكينة ساعات لما بيبقى فيه ابتلاء قوي كبير العقل البشري ما بيقدرش يصدق إن ده الابتلاء ده جاي من عند ربنا ربنا بيجي كل حاجة حلوة صحيح فأصدقها إزاي؟ صحيح وربنا سبحانه وتعالى عشان أرضى وفي الأخير عشان أرضى عشان أرضى بمعنى إن أنا ما اخترتش إن أكون موجود أو غير موجود ما اخترتش إن أبقى ذكر مش أونسا مثلا فيه أشياء في الحياة الإنسان مصير فيها وفيه أشياء في الحياة الإنسان مخير فيها فبالتالي إنت لما بتسعى في الحياة مش شرط أن يتحقق لك ما هو مراد لك أنت لأن انتظام الكون يكون بعلم الله القديم لأن نحن متصورين أن الله كلي القدرة كلي الإرادة كلي العلم فهو بعلمه المحيط علم أنه الشخص ده ما يبقاش موجود دلوقتي أنه هو يموت في اللحظة دي وفلان يولد في اللحظة دي علمه القديم أتاح وإلا فهو استحقق معنى الألوهية بهذا الباب وهذا المعنى أقول لحضرتك على حاجة مثال بسيط جدا بالنسبة للطبيب الطبيب مثلا بيكتب دوة معين للطفل الطفل بيبقى شاعر بأنه الدوة ده مر ولا يستطيع أنه هو يتزوقه لكن طبيب لعلمه بأنه الدوة ده هو المناسب لحالة هذا الطفل فبالتالي أنت كأم بتصري على الطفل أنه يشرب هذا الدواء طبعا زي ما حادتك قلت وتفضلت أنه هو في حاجات بتبقى صعبة على البني آدم على البشر لكن مضطر يكمل صحيح يعني زي الدوة بالزبط يعني بيبقى بياخد الدوة وبيبقى جسمه كله بيتعذب بس هو مضطر ياخد الدوة يعني ده سعي بقى البشر يعني أنا بسعى أن أنا بعمل اللي علي والباقي طبعا على ربنا سبحانه وتعالى تعالى دكتور نروح لكاملة يحكى أنا نزلت بقى الشارع كده خدت رأيي الناس نعرف رأيهم في موضوع حلقتنا يعني الردى وعدم الردى تعالوا مع بعض السوشال ميديا على حسب استخدامها في محتوى بيبقى هادف وفي محتوى تاني بيعمل إحباط خلت ناس كتير جدا تقطع بعض في ناس بيستخدمها لنشر الشائعات وأخبار زائفة وإن هم يعملوا ترند وخلاص فيديوهات بتنتشر حتى لو مش مقصودة أنت لما تكون عايش في حيالك بتنجح أو بتفشل لحاجة بترجع لك أنت ما بترجع ليش أنا ممكن أبقى وريك جزء من الصورة أنت مش شايف الباقي منها يعني أنا نفسي ممكن أبقى وريك النجاح بتاعي آخر مرحلة أنا وصلتها بس ما ورتكش المراحل اللي قبلها أمعودش أقار نفسي بيك وانس أن أنا قارنت نفسي بيك أو حسيت أن أنت أحسن مني وأنا لازم أبقى زيك ده عنده سلاح زو حدين هيبقى فيه كومبتاتف ويبقى فيه منافسك كويس خلينا نطلع لقدام أو فيه ناس تبقى حقودة جدا وتحسي بعدم الرضا وأن مهما هو عمل هو مش قادر يوصل للي أنت عملت بيتسببوا في أزل الناس ونشر شائعات مغلوطة حتى معلومات بتبقى مستحيحة في أغلب الأحيان بيشاركوا قراء وإحنا ما عندناش الثقافة إن إحنا نقبل رأي الآخر اللي خلينا نشعر بالرضا الستر لما لقى أهل بيتي أهل بيتي مبسوطين كويسين دين أكيد بيضيف حاجات كثيرة ولكن ده أهم حاجة يكون عندك الوعي قبل أي حاجة دايماً تسق في ربنا وتسعى أنك تحقق اللي أنت عايزه فبالتالي أنت تحس بالرضا الرضا مش بالمادة والستر مش بالمادة إنت لو النهاردة كنت في مكان وربنا رزقك بمكان تاني إنت كنت بتسعى له طول عمرك فإنت الرضا أن ربنا حقق لك اللي أنت عايزه فيه سنة عدم رضا شوية بس بسبب بس كان فيه شغلانة موجودة ودلوقتي بشوف فرصة تانية بس بحس أن الدنيا دايقة شوية وأصحاب العمل مش مزبطين شوية الدنيا معنا يعني كموظفين عجبتني قوي الجملة اللي هي قالتها الستر هو مفتاح الرد يعني دايماً كانوا يقولك إيه الواحد دايماً بيديه هو بيصلي اللهم مرزقني الستر والعافية فجات برضو والدتي ربنا يبرك لنا فيها يعني فقالتلي يعني الناس بتقولي العافية دي بتمر عليها مرور الكرام لكن مش فاهمين قد إيه العافية دي حاجة كبيرة أو حاجة مهمة قوي لغاية ما بنشوف المريض في مرضه فبنقول يا الحمد لله إن أنا عندي إن أنا صحتي كويس هي دي العافية صحيح طب نرجع بقى تاني للرضا يعني فيه واحد أخير قالك إيه أصلا أنا صبت شغلي وآه الدنيا مزنقة شوية والدنيا ملغبطة شوية فأنا حس بيه يعني أنا عارفة وعايزي يقوليه مش فهمة وإيه اللي بيحصل معي ده ناس كتير قاوا يا دكتور طيلك أنا مش فهمنا ليه بيحصل لي كده كلمة ليه يعني على فكرة وكلمة دي ساعات أنا بقولها كتير لما بيحصل لي مشاكل كتير في حياتي وليه هو إيه ليه أنا يعني بيحصل لي كل الكلام ده ودايما الواحد بيقارن نفسه بالناس اللي حياتها مستقرة ودايما بيقارن نفسك بقى كمان باللي أقل منك وحياته مستقر يعني اللي ما عندوش نفس صفاتك ما عندوش نفس مميزاتك المزايا اللي انت بمفروض بتقدمها في حياتك يعني وتلاقي حياته تمام فتقول ليه يعني آه فيه مقارنة دايما هو الحقيقة أنه الموضوع ده أو السؤال ده علشان نحبق منصفين وإحنا بنتكلم عنه مش بس مورد عدم الرضا هو مقارنة الإنسان نفسه بغيره في مورد تاني وهو الطايم لاين في الفيسبوك وفي تويتر طول الوقت عندي فلانا راحت فلانا جيت فلانا سافر فلانا اشترى فلانا باع فلانا مجتمع ببعض الفلاسفة يسمونه مجتمع الفرجة أنا دلوقتي أصبح تتشكل هويتي أنا كفرض بناء على نظرتي للآخرين مش بقى على نظرتي الزاتي قديما قبل شيوع السوشي الميديا كانت هوية الفرض بتتشكل بناء على التعاطي مع الآخرين يعني أعود مع حضرتك مثلا فتسمعيني وأسمعك تشوفي رياكشنات وتعابيري وكلامي فتتفاعل معي وأتفاعل معك هكذا أيوة قبل السوشي الميديا كمان كانت الستات ممكن تغيير مثلا من سلفتها نعم كانت تغيير مثلا من مرات أخوها يعني هم دول الستات اللي قدامي اللي أنا شايفاهم اللي هم في العيلة في المحيط صاحبتها لو برضو شوية صحاب ففي واحدة فيهم هي اللي ممكن دايما تبصة نية جابت وعملت لكن فعلا زي ما حداك بتقول دلوقتي بنفتح السوشي الميديا كل الناس طبانها من دي عقار النفس بديه ولا دي ولا دي ولا دي يحصل جنيه دي أصابتنا بشيء بقى بيسموه الهشاشة النفسية أصبح عند الإنسان هشاشة نفسية بالمناسبة هي بتتقاطع مع الدين لكن هقول لحضرتك التقاطعات مع الدين إزاي لكن لما نرجع نشوف أو نحللها منعنا على حتى الحالات اللي احنا بنوض معها في وحدة حوار بيجيني مثلا زوج وزوجة عندهم مشكلة لما تيتحل المشكلة بين الزوج وزوجة هما ما أدركوش أنه نعكس دي على الجيل التاني داخل الأسرة الجيل التاني اللي هو الولد والبنت الولد والبنت بيبقوا حالة ليه بابا وماما دول بيتخانقوا طول الوقت ليه أنا رفضة أن أنا ألتزم بأوامر الله لأننا رفضة هذا الأب السلطوي العنيف اللي بيعمل وبيخليه بيسوي المعنى الأول وهو الهشاشة النفسية اللي أصابتنا دي إضافة إلى أن هذا الجيل اللي إحنا بنتعاطى معه أصيب بما يسمى بمتلازمة ركائك السلج يعني أشبه بركائك السلج لما بتجيني أي مصيبة يبقى أشبه بحضيك عارفة قلب التلج لما بيتعرض للشمس بيسيح مع أول صدمة أو أول ابتلاء أو أول مشكلة بيقع فيها في الحياة أو ينزل سوء العمل بيصب الكب يصب الاكتئاب يصب الحزن يصب القلق لأنه شاف حياة الآخرين وعنده شيء من الهشاشة النفسية فأصابته بهذا المعنى بهذا الحزن وهذا القلق هنقف عند الحشاشة النفسية وعايز أقول أنه يمكن 80% مننا مصاب بهذه الحشاشة النفسية ما بقناش زي زمان ما بقناش بنفس الباور اللي أقدر أواجه به كل مشاكل الحياة ما بقيتش أنا الستة اللي راضية أن أنا بربي وبطبخ وبشتغل وبذاكر كان زمان الستات كلها بتعمل مسئوليات دي وهي بتتحك ومبسوطة وتقول ربنا هيجزيني خير على تربية ولادي وأنا بعمل كده حاجة لربنا كويسة وجوز يستاهل ما هو ده كل في الكل وده ضهري وده سندي الهشاشة دي بتدت تدخل لكل أجزاء البيت لكل ركن في البيت المصري هنطلع فاصل هنرجع إزاي نعود نفسنا أو نبتدي نتدرب إزاي أبقى راضية عشان أعيش حياتي مبسوطة خليكم معنا دي الحياة كل مشهد فيهم بيمثل عائلات وعائلات وعائلات مصرية خلينا ناخد كده لمحة من كل فيلم زي مثلا التلميذة زي دور شدية لما هي كانت مستعرية من مامتها هنشايف أن دي وصمة عار أن مامتها شغالة بتساعد في البيت الناس دي اللي حاسة أن هي بالدونية أنت زي تخليها ترضى هو الحقيقة أن الشعور بالدونية هو معنى نفسي وعلشان أعالج أي معنى نفسي بيطرق على ذهني لابد أعالجه عن طريق قيمة أنا متبنيها القيمة اللي أنا متبنيها أن أعلم أن هناك إله وهذا الإله هو الرازق والمدبر لهذا الكون هو اللي جعل الأم وظيفتها كده في الحياة ببساطة وأنا وظيفتي أن أنا أطور لأنه ما فيش ابن بيطلع زي أهله ولا أهله بيرضون ويطلع زيهم بالعكس دايماً طول الوقت نسمع الأم هاته والأب أقول أنا عايزك يا ابن أحسن مني وأفضل مني فإذا كان الأب ووظيفته في الحياة انتهت عند هذا القدر قدره هكذا أنت وظيفتك أنت أنك تسعى وتكمل مستقبلك وتكمل حياتك بناء على التصور ده بناء على التصور أنه فيه قيمة أنت متبنيها فهذه القيمة تجعلك طول الوقت انت راضي لماذا أصبح أطفال الانترنت اليوم أقل سعادة أكثر اكتئاباً وغير مستعدين للوصول إلى مرحلة النضغ أنه أنا طول الوقت عندي حالة من التمرد على الأب والأم وعند ارتباط شرطي عند الجيل الجديد ارتباط شرطي ما بين الكبر وعدم الفهم في الحياة أنتو ما تعرفوش اللي إحنا نعرفه أنتو مش مدركين اللي إحنا أدركنا طول الوقت أنتو في عالم وإحنا في عالم وإحنا في عالم وإحنا بقنا في حاجة وده مدخل لعدم الرضا في الحياة طيب إحنا عايزين رشدة سريعة كده في دقيقتين أينها أدرب نفسي إزاي أن أنا بأرادية طول الوقت منامش وأقوم ناسية عشان أنا بنام أقوم برجع تاني مكتعب أول حاجة هو البعد عن موارد القلق والاكتئاب يعني لو عارف أنه في مصدر من المصادر هو اللي بيسبب لي الاضطراب والقلق أبعد عنه الأمر الثاني أنه تذكر النعم طول الوقت أذكر نفسي بالنعم الموجودة أنا عايش ومبسوط وعايش في الحياة وبأكل وبأشرب ومستأنس بأهلي وكذا ثالث حاجة هو الابتعاد عن الفضاء ونزول لأرض الواقع يبقى لي صديقين كتير من الجيل ده أو الشباب بشكل عام بينعزل ويبقى هو موارده الوحيد هو صفحة الفيسبوك يكتب عليها ويتفاعله كذا لا ينزل إلى الواقع يتعامل مع ناس اخرج اتفسح رو يبقى أول حاجة اللي احنا قلناها أنه الإنسان موارد الاكتئاب والقلق يبعد عنها الأمر الثاني هو تذكر النعم طول الوقت ثالث حاجة هو اللجوء إلى الله يعني كان أحد الشعارة كده كان يقول والجأ إلى الله في كل الأمور ولا تطرق سوى بابه إن كنت فيك بدي فعنده لزوي الحاجات ما طلبوا وبحره موارد للأم والولدي وكيف تطرق بابا موصدا أبدا وباب ربك مفتوح إلى الأبدي الرزق للخلق رب الخلق ضامنه عهد عليه ومن أوفى من الصمت فاللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأمور اللي بتعترينا في الحياة هي سبيل مهم وسبيل كبير لتحقيق الأمان النفسي اللي بنقصين الرضا مشكرك دكتور طاهر ومشاهدين آخر كلمتين حاب أقولهم جات لنا مشاكل كتيرة قوي بس أنا هلخصها في دقيقة البنات كتير اللي بعتلي اللي اتأخر سن الجواز وحسة النهية من زي صاحبتها اللي اتجوزه وخلفه ارضي ارضي في ربنا هيعواضك خير أكيد لأن زي ما قال دكتور طاهر هو ببن ربنا بس اللي موجودة فصلي ودعي إن ربنا يديك الزوج الصالح كان ممكن تتجوزي زوج مش صالح يبقى اهدلك ويخونك ويسيبك ويبقى معاك عائل واثنين وثلاثة زي ما بنشوفه محاكم الأسرة فده اللي هيخليك ترضي تقولي إن أنا كويس إنها ما تجوزتش حد وحش كممكن يجيلي حد وحش دي للبنات اللي لسه ما تجوزتش أما الستات كتير اللي بعتلي معظم حالات الطلاق والانفصال بسبب الخيانة والتليفون والسوشيال ميديا وما بقاش يهتموا وبقى يهتم بصحابه أكتر وخروج وصفر واوة اردي بالجانب الحلو اللي فيه دخالي بقى أنا اللي بقولك كده اردي بالجانب الحلو اللي فيه ما تحاوليش تولي الوقت تبقي تبقي مركزة في كل التفاصيل والوحشة لان في الآخر هتنضمي لفريق المطلقات اللي متضايقين واللي أحيانا كتير منهم ندموا ان هم تطلقوا كانت بتحبوا جوزها وبتحبوا ولادها حياتها كلها تفركشت في لحظة في كلمة من صاحبة في بوستر على سوشيال ميديا كرمتك 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 كبريائك ايه كرمتك كرمتك كبريائك ده جوزك فبصي للحاجات الحلوة وقردي هو ده الرضا قردي وعيشي مدام بتحبيه وبتحبي بيتك وبتحبي ولادك كمان الشباب اللي بعتلي بيقولولي مش لايقين فرص شغل وشايفين ناس كتير قوي أغنية وشباب زينا وفي نفس سننا ارضى واسعى متبقاش قاعد على الكنبة ماسك الموبايل وعملت بص على السوشيال ميديا وانت قاعد على الكنبة وعايز حلمك اللي عايز له ساعة يسنين يوصلك وانت قاعد على الكنبة لا قول لنفسك انا لسه صغير لسه شاب صغير روح واشتغل بس الشغلانة والتانية والتالتة هيوصلوك لحلمك في الآخر يا مانس كتير قوي اشتغلت حاجات كتير قوي لغاية ما وصل للحلم بتاعه مش شرط في الاول لحظة تبقى وصلت للحلم ووصلت للمشروع الضخم اسعى وانزل واشتغل وبطل قاعد على التليفون التليفون ده بس كل اللي هيصدره لك اكتئاب وحالة نفسية وهتحس ان انت أصغر واحد في العالم اللي انت عايش فيه بالرغم ان انت ممكن تكون بقدراتك وامكانياتك اللي جواك اكبر شاب في كل العيلة اللي انت فيها او في كل المحيط بتاعك واشتر واحد فيه بس انت مش شايف الشطارة دي ايه في التليفون ايه في كل الاحمطات اللي انت بتشوفها وانزل واشتغل شغل مش عيب اشتغل واسعة وتبقى راجل كسيب ومعاك فلوسك محدش يبقى كاسر عينك ولا بيصرف عليك ولا تروح تتجوز جوازة مريحة ومريشة عشان الست معاها فلوس ايه وحتعمل كده وانت كمان الستات المقهورة اللي بتعيط واللي معرفتش تختار صح وعندها عدم رضا تقول هو انا زنبي ايه في حياتي هو كل واحد يجي يتجوزني يستغلني وياخد مصلحته ويمشي ليه لان انت طول الوقت بتدوري على حاجة مش بتاعتك دوري على حاجة اللي تناسبك والاختيار الصح بيوفر علينا مشاكل نفسية كتير الاختيار الصح والرضا بالموجود بيوفر علينا مشاكل نفسية كتير ممكن تدمر حياتنا وحياة ولادنا فخلاص تقول الرضا لازم يبقى نابع من جوه لازم يبقى انا رضية رضية بشكلي رضية يا بنات يلي بتروح تعمله عمليات تجميل وانت عندك عشرين سنة الرضا مش بس الرضا بالفلوس ان انا فقير او غني رضية بشكلي اللي ربنا بعتهولي رضية ان انا صمرة رضية ان انا عناية صغيرة رضية بجسمي لو رفيعة رضية وهم بقى رضية وعارفة ان اكيد هيجيلي اللي يناسبني انا مش عايزة شوف حاجة مش بتاعتي انا هيجيلي اللي يناسبني والناس بشكلي والناس بمستويه الرضا يا جماعة مفتاح للسعادة اكبر مفتاح للسعادة ربنا بعتهولنا وهو الرضا شوفكم على خير الحلقية إن شاء الله